بخصوص نفس المباراة يعني يوجه جوندو جان نجم منتخب ألمانيا نقدا كبيرا لأداء دفاع المانشافت في هزيمتهم التاريخية أمام اليابان بهدفين الهدف وده في إطار منافسات كاس العالم الجوندو جان في تصريحات نقلتها صحيفة زصان البريطانية لقد جعلنا الأمور سهلة للغاية على منتخب اليابان خاصة في الهدف الثاني بذات وده ما ينفعش يحدث نحن في كاس العالم مانويل نوير أنقزنا في عدة مرات سمحت لنا الفرص هائلة للتسجيل ولكننا لم نتقدم بنتيجة 2-0 أو نتخطى الفوز بهدف في شوط الأول وده لا يجب أن يحدث كمان ده ما كانش رد الفعل الوحيد من نجوم ألمانيا واعترف توماس مولر نجم المنتخب أن الخسارة كانت مستحقة من اليابان وقال الأمر سخيف أن نخسر أول مباراة في كاس العالم كانت هزيمة مستحقة بسبب الطريقة التي استقبلنا بها الأهداف ولعبنا بشكل جيد في فترات طويلة من المباراة لكن كان لازم نستغل الفرص بتسجيل الأهداف أتم كلامه قال علينا تقبل الهزيمة الأمر ليس سهلا لكن نريد أن نمضي قدما صعب طبعا تقبل ذلك عاطفيا لكن لو انجرفت مع هذه الأحاسيس لن تفوز بأي شيء نشوف في المباراةين اللي جايين هل ألمانيا هتعرف تتأهل بصعوبة من المجموعة دي والله بتقطين التأهل هيبقوا من نصيب اسبانيا اللي كذبت كوستريكا سبعة واليابان اللي أحرجت ألمانيا في نهاية المباراة